اهلا بيكم سنة ربعة ابتدائي ومعانا النهاردة اول درس في الوحدة التانية بعنوان تراثنا الوطني تراثنا الوطني الا هو مش احنا اخدنا درس بعنوان التراث الثقافي قبل كده اقولك ايوة امال انت لسه هتكلمني تاني عن التراث ليه اقولك لان التراث يعني الحاجات القديمة والمميزة اللي لسه موجودة عندنا مش كلها حاجة واحدة ازاي يعني قالك ان التراث ده حاجتين تراث بقول عليه تراث ثقافي وتراث تاني بقول عليه تراث طبيعي يبقى النهاردة عاوز يعرفني كل حاجة عن التراث سواء التراث الثقافي اللي احنا اخدناه قبل كده او التراث الطبيعي طيب هو ايه التراث الثقافي ده اقولك زي الاصار يعني الاصار اللي اجدادنا عملوها زي العادات والتقاليد الحاجات اللي كانوا اجدادنا بيعملوها واحنا لسه بنعملها زي الاحتفالات زي الصناعات اللي كانت موجودة ايام زمان ولسه موجودة زي الحرف التراثية يعني الصناعات برضو اللي كانوا اجدادنا شطرين فيها جدا واحنا لسه بنعملها يبقى كل حاجة أجدادنا كانوا بيعملوها أو حاجات عملوها زي الأصار ولسه موجودة لحد النهاردة دي بقول عليها التراث الصقافي يبقى لو قال للأهرامات أقول له ده تراث صقافي لأن أجدادنا اللي عملوه لما جا أقول لك معبد أبو سنبل هتقول برضوه تراث صقافي عادات وتقاليد زي الاحتفالات اللي احنا كنا خدناها في الدرس الثاني برضوه تراث صقافي مدام الإنسان هو اللي عملها ولسه موجودة لحد النهاردة تبقى تراث صقافي طيب التراث الطبيعي ده بقى إيه أقول لك ده المواقع الطبيعية الجميلة المواقع اللي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها ولم يتدخل الإنسان في صناعتها الإنسان ملوش دعوة بيها زي مثلا فاكر محمية رأس محمد اللي أخدناها في الترم الأول في اللغة العربية أقول لك أيوة مين اللي خلق محمية رأس محمد ربنا سبحانه وتعالى خلق فيها أسمك ملونة وشعب مرجنية وحاجات جميلة جدا أهدية تراث طبيعي ليه تراث طبيعي؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها والإنسان ملوش دعوة بيها خالص يبقى احنا النهاردة هنتكلم عن التراث وعرفنا ان التراث مش حاجة واحدة لا ده حكتين تراث صقافي وتراث طبيعي تراث صقافي يعني الحاجات اللي أجددنا سبوهنه وهم اللي عملوها سواء بقى كانت أصار عادات وتقاليد صناعات حرف تراثية أي حاجة أجددنا يعني الناس عملوها ولسه موجودة وإحنا لسه بنشوفها ده اسم التراث الصقافي أما الحاجات والمواقع الطبيعية الجميلة اللي ربنا خلقهنه ولم يتدخل الإنسان في صناعاتها ده تراث طبيعي زي مثلا محمية رأس محمد طيب السؤال هنا هو أنت بتعرف الحاجات دي منين يعني بتعرف التراث الصقافي والتراث الطبيعي في مصر وفي أي حتة في العالم إزاي قال لك منظمة اليونسكو عمل قائمة اسمها قائمة التراث العالمي قائمة اسمها إيه؟ قائمة التراث العالمي لما كن عايز أعرف التراث في أي بلد في العالم أبص على قائمة التراث العالمي بتاعت منظمة اليونسكو ألاقي كل الأماكن موجودة فيها يبقى منظمة اليونسكو كتبت كل الاماكن اللي فيها تراث صقافي وتراث طبيعي علشان الناس تعرف الاماكن دي فين بالزبط يبقى كده منظمة اليونسكو عندها قائمة اسمها قائمة التراث العالمي فيها كل التراث سواء كان تراث طبيعي او تراث صقافي يبقى لو عايز اعرف الاماكن اللي فيها تراث صقافي وتراث طبيعي اروح ابص على ايه؟ اروح ابص على قائمة التراث العالمي من اللي عامل قائمة التراث العالمي منظمة اليونسكو ومش كده وبس قال لك منظمة اليونسكو قالت لك كل سنة يوم 18 ابريل هيبقى اليوم العالمي للاحتفال بالتراث الوطني منظمة اليونسكو عملت لقائمة اسمها قائمة التراث العالمي علشان تساعدني انا وانت في ان احنا نعرف الاماكن اللي فيها تراث ثقافي والاماكن اللي فيها تراث طبيعي في مصر بس اقول له لا ده في العالم كله طيب ومش كده وبس منظمة اليونسكو قالت لك ان كل سنة يوم 18 ابريل هيبقى هو اليوم العالمي للاحتفال بالطراص الوطني طيب السؤال هنا ليه منظمة اليونسكو بتحتفل باليوم العالمي للطراص الوطني كل سنة اقول لك علشان توعي العالم بحماية الطراص الثقافي والطراص الطبيعي علشان تفقر العالم كل سنة بالاماكن اللي فيها طراص ثقافي والاماكن اللي فيها طراص طبيعي وان كل دولة لازم تحافظ على الاماكن دي يبقى لتوعية العالم بحماية الطراص الثقافي والطراص الطبيعي يبقى لماذا تحتفل منظمة اليونسكو باليوم العالمي للطراص الوطني اقول له علشان توعي العالم بحماية الطراص الثقافي والطراص الطبيعي يبقى احنا كده عرفنا ان التراث عندنا نوعين تراث ثقافي وتراث طبيعي وكمان عرفنا لو عايز اعرف كل الاماكن اللي فها تراث ثقافي وتراث طبيعي اروح ابص على قائمة التراث العالمي بتاع منظمة اليونسكو كمان منظمة اليونسكو خلت يوم 18 ابريل ده اليوم العالمي للاحتفال بالتراث الوطني وعملتي اليوم ده مخصوص علشان توعي العالم كله بانه يحمي التراث الثقافي والتراث الطبيعي بس استنى هنا انت من اول السنة كل شوية تقول لي منظمة اليونسكو منظمة اليونسكو هي ايه منظمة اليونسكو دي اقول لك كل دول العالم قعدوا مع بعض عملوا حاجة اسمها الامم المتحدة طيب مالها الامم المتحدة قالك الامم المتحدة دي بتهتم بكل حاجة في العالم يعني مثلا الامم المتحدة دي بتهتم بالصحة فعندنا منظمة اسمها منظمة الامم المتحدة للصحة اللي هي منظمة الصحة العالمية اللي احنا بنسمع اسمها بقالنا فترة دي طيب قالك برضو الأمم المتحدة يعني الدول كلها مع بعض اتحدوا عملوا منظمة للتربية والعلوم والثقافة فاسمها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة فقالك بدل ما تقول كل الكلام ده قولي اليونسكو يبقى اليونسكو دي ايه اقوله دي منظمة الأمم المتحدة اللي بتهتم بالتربية وبتهتم بالعلوم وبتهتم بالثقافة يبقى انا كده عرفت منظمة اليونسكو اللي كل شوية بنقولها في المنهج دي اسمها إيه الحقيقي أقول له اسمها منظمة الأمم المتحدة لإيه للتربية والعلوم والثقافة يبقى احنا كده عرفنا إيه هي منظمة اليونسكو وكمان نتكلمنا عن القائمة بتاعتها اللي فيها كل الأماكن سواء التراص الثقافي أو التراص الطبيعي وكمان عرفنا إنها بتحتفل كل سنة يوم 18 إبريل باليوم العالمي للتراص الوطني طيب يلا بينا بقى نتكلم عن تراصنا الوطني يعني نشوف مصر بلدنا ونشوف الأماكن اللي فيها تراص ثقافي ونشوف أماكن التراص الطبيعي اللي عندنا في مصر أقول لك يلا بينا نرجع بالزمن اللي وراء لأيام واحد اسمه صلاح الدين الأيوبي ده كان بيحكم مصر الكلام ده أيام زمان في الوقت ده كان فيه حاجة اسمها قلاع قلاع أقول لك أيوة إيه القلاع دي أقول لك ده عبارة عن مكان بيتبنى بيبقى قاعد فيه جنود علشان يحموا البلد ده كان اسمها قلاع صلاح الدين الأيوبي بنا عندنا قلعتين قلعة في مدينة اسمها مدينة طابة هناك ده بالزبط وقلعة في مدينة القاهرة يبقى أنا النهاردة هتكلم عن القلعتين بتوع من؟ بتوع صلاح الدين اللي كان بيحكم مصر أيام زمان هتكلم عن القلعة اللي بناها في طابة وهتكلم عن القلعة اللي بناها في القاهرة يبقى انا كده هتكلم عن قام قلعة اتنين قلعة صلاح الدين في طابة وقلعة صلاح الدين في القاهر طيب يلا نتكلم عن قلعة صلاح الدين اللي في طابة اقولك طابة دي الاول موجودة في محافظة جنوب سيناء ولما اروح طابة اروح ادور على جزيرة فرعون علشان الاقي قلعة صلاح الدين الايوبي يبقى قلعة صلاح الدين الايوبي موجودة في طابة فين بالزبط في جزيرة اسمها جزيرة فرعون طيب طابة دي كلها فين اقول له في محافظة جنوب سيناء السؤال هنا ايه اللي خل صلاح الدين الايوبي يبني قلعة في مدينة طابة اقولك لو بصنا على مدينة طابة هللاقيها موجودة على حدود مصر والمنطقة دي كان فيها طرق كتير وكمان القلعة دي موجودة على خليج اسمه خليج العاقبة يبقى بناها لحماية الطرق البرية والبحرية بين مصر وجيرانها يبقى هو بنا القلعة دي وحط فيها جنود علشان يحمل الطرق سواء الطرق البرية يعني على البر او الطرق اللي في البحر طيب ايه كمان قالك برضو علشان يحمي خليج العاقبة والبحر الاحمر من الاعداء يبقى صلاح الدين الايوبي بنا القلعة بتاعته في طابة ليه اقول له لحماية الطرق البرية والبحرية بين مصر وجيرانها وحماية خليج العاقبة والبحر الاحمر من الاعداء يبقى انا كده عرفت ليه صلاح الدين الايوبي بنا قلعته في طابة طيب قلعة صلاح الدين الايوبي دي من التراص ايه او للتراص الثقافي على طول لان اللي بناها وعملها انسان علشان كده بقول عليها طراص الثقافي طيب بالنسبة بقى لقلعة صلاح الدين الايوبي اللي موجودة في القاهرة اقول لك احنا مش هنتكلم عنها بالزبط او مال هنتكلم عن ايه اقول لك احنا هنتكلم عن الصور اللي عملوا صلاح الدين الايوبي علشان يوصل المية من نهر النيل للقلعة بتاعته في القاهرة ازاي هو فيه صور هيوصل مية اقول لك ايوة كان عندنا صور اسمه صور مقرى العيون من اللي عملوا صلاح الدين الايوبي بيبدأ منين بيبدأ من نهر النيل يفضل ماشي لحد ما يوصل لقلعة صلاح الدين اللي في القاهرة طب الصور دا لازمته ايه قالك كانوا بيرفعوا المية من نهر النيل على الصور من فوق وصور مقرى العيون دا بيمشي من العالي يفضل ينزل سنة بسنة لحد ما يوصل لفين لقلعة صلاح الدين على الصور من فوق مقرى كده يعني حتة شبه المصورة المية بتمشي فيها فالمية هتمشي من العالي لحد ما توصل لفين لقلعة صلاح الدين يبقى احنا في قلعة صلاح الدين في القاهرة هنتكلم عن القلعة نفسها ولا هنتكلم عن صور مقرى العيون هقول له هنتكلم عن صور مقرى العيون اللي تعمل ليه هقول له علشان يوصل مية نهر النيل الى قلعة صلاح الدين طب ازاي بيوصل المية اقول له المية من نهر النيل كانوا بيرفعها بحاجة اسمها السوائي بترفع المية تحطها فوق صور مقرى العيون صور مقرى العيون من فوق عريض وفي حتة كده شبه المواسير المية بتمشي فيها السور ده لو جنا بصنا عليه هلأ ايه من يمة نهر النيل عالي ويفضل ينزل سنة بسنة عشان المية تتحرك وتفضل ماشية لحد ما توصل لقلعة صلاح الدين اللي موجودة في القاهرة يبقى احنا كده اتكلمنا عن قلعة صلاح الدين الايوبي اللي عملها في طابة علشان يحمي الطرق البرية والبحرية بين مصر وجرانها ويحمي خليج العقبة والبحر الاحمر من الاعداء ولما جينا نتكلم عن قلعة صلاح الدين اللي في القاهرة قلنا هنتكلم عن سور ماجرى العيون اللي عمله صلاح الدين علشان يوصل المية من نهر النيل الى قلعة صلاح الدين يبقى اهمية سور ماجرى العيون قديما ايه اقول له توصيل المياه من نهر النيل الى قلعة صلاح الدين بالقاهرة يبقى انا كده خدت مثالين لايه للتراص الثقافي اللي موجود عندنا في مصر طب هم دول اللي اتنين بس هم التراث الثقافي اقول لك ده مصر مليانة تراث ثقافي ده احنا عندنا الاهرامات وعندنا المعابد وعندنا كل حاجة اجدادنا عملوها ده تراث ثقافي حتى العداد والتقاليد زي الاحتفالات فاكر الاحتفالات اللي اخدناها في الدرس التاني تراث ثقافي حتى الحرف التراثية والصناعات التراثية اللي كانوا بيعملوها بايديهم كل الحاجات دي تراث ثقافي طيب يلا بقى نتكلم عن التراث الطبيعي انت قلتلي ان التراث الطبيعي دي مواقع طبيعية جميلة لم يتدخل الانسان في صناعات اقولك ايوة زي ايه اقولك احنا هنتكلم عن ثلاث محميات يعني هنتكلم عن ثلاث اماكن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقهم وفيهم حاجات مش موجودة في اي حتة في العالم فبنقول على الاماكن دي ان اسمها محمية علشان الحاجات اللي فيها لازم نحافظ عليها لانها ممكن تخلص وما تبقاش موجودة طيب هتكلمني عن كم محمية اقولك ثلاثة هتكلمك عن محمية رأس محمد وهتكلمك عن محمية اسمها محمية الغابة المتحجرة اللي كنا واخدنا السنة اللي فاتت وهتكلمك عن محمية جديدة اول مرة تسمعها محمية وادي الريان يبقى احنا هنتكلم عن كم محمية ثلاثة طب لو جاب لي اي سيرة محمية في الامتحان اقوله ده من التراث الطبيعي لان احنا عندنا محمية كتير جدا ده اخطر من ثلاثين محمية في مصر طيب يلا بينا نبدأ كلامنا عن محمية رأس محمد هي محمية رأس محمد دي فين بالزبط اقولك دي موجودة في جنوب سيناء في الحتة دي كده ده اسمه خليج ايه؟ ده اسمه خليج العقبة وده خليج السويس الحتة دي اللي خليج العقبة بيقابل فيها خليج السويس ديت محمية رأس محمد السؤال هنا لو رحت محمية رأس محمد هلاقي فيها ايه؟ اقولك اول حاجة هتلاقي الشواطئ المرجانية ايه الشواطئ المرجانية؟ دي نباتات بتطلع في المية جميلة جدا 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 كمان هتلاقي الاسمك الملونة سمك ملون ايه كمان هتلاقي السلاح في البحرية المهددة بالانقراض يعني ممكن ما تلاقيهاش تاني وكمان حاجات كتير جدا يبقى انا عرفت كده ان محمية رأس محمد موجودة في جنوب سيناء في الحتة اللي بيقابل فيها خليج العقبة خليج السويس يعني عند التقاء خليج العقبة مع خليج السويس طب فيها ايه؟ اقول له فيها الشواطئ المرجانية اسماك ملونة سلاحف بحرية مهددة بالانقراض طيب انا كده عرفت محمية رأس محمد وعرفت انها من التراث الطبيعي لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقها طيب كلمني عن محمية الغابة المتحجرة اللي احنا اخدناها السنة اللي فاتت اقول لك الغابة المتحجرة دي موجودة في محافظة القاهرة بالضبط شرق حي المعادي يبقى لو انا عايز اروح محمية الغابة المتحجرة اروح فين؟ اقول له اروح على محافظة القاهرة على طول فين بالضبط شرق حي المعادي طيب فيها ايه؟ قال لك فيها مجموعة من الاشجار المتحجرة اشجار بقت شبه الصخر بالضبط لو بصت على الأشجار دي كانت غابة كبيرة الوقت بقت متحجرة فبنقول عليها محمية الغابة المتحجرة والأشجار المتحجرة دي لو جينا نشوف عمرها هنلاقيه ملايين السنين يعني موجودة من زمان جدا 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 فدي اسمها محمية الغابة المتحجرة اللي موجودة في القاهرة طيب هتكلمنا عن إيه تاني أقولك هتكلمك عن محمية واد الريان واد الريان أنا أول مرة أسمع الاسم ده أقولك محمية واد الريان موجودة في محافظة الفيوم يبقى لو عايزة روح أزور محمية واد الريان أروح محافظة إيه أقوله تروح محافظة الفيوم طيب هلاقي إيه فيها أقولك هتلاقي فيها مناظر طبيعية جميلة جدا وحيوانات برية مناظر طبيعية أيوة زي البحيرات والشلالات هتلاقي هناك بحيرات كتير جدا والشلالات كتير جدا كمان هتلاقي فيها حيوانات برية زي السعالب والغزلان تاني كده يبقى لو عايز تشوف مناظر طبيعية زي البحيرات والشلالات وحيوانات برية زي التعالب والغزلان على طول تروح محمية واد الريان اللي فين؟ اللي موجودة في محافظة الفيوم وبما إن المكان ده مهم جدا الحكومة المصرية سجلته محمية طبيعية علشان تحافظ عليه لدرجة إننا وإنت لو عوزنا مثلا لنستطح حيوانات هناك مثلا زي التعالب والغزلان ما نعرفش ليه بقى؟ قالك لإن سكان المحافظة هناك هيمنعونه وده تسأل نفسك سؤال السكان بتوع محافظة الفيوم بيهتموا جدا 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 بمحمية واد الريان ليه؟ أقول له لإنها مصدر دخل ليهم من السياحة يعني بتجيب لهم فلوس لإن ناس كتير جدا بتروح تزور المكان ده وبكده سكان الفيوم بياخدوا فلوس كتير جدا من الناس اللي بتروح تزور المحمية وكمان ده تراث طبيعي بيميز المحافظة بتاعتهم ده أجمل بحيرات وشلالات موجودة في محمية واد الريان يبقى ده تراث طبيعي بيميز المحافظة بتاعتهم عن أي محافظة تانية يبقى بما تفسر اهتمام سكان محافظة الفيوم بمحمية واد الريان ليه بيهتموا بمحمية واد الريان؟ أقول له لأنها مصدر دخل لهم من السياحة وكمان ده تراث طبيعي بيميز محافظتهم عن أي محافظة تانية يبقى احنا كده اتكلمنا عن التراث الثقافي والتراث الطبيعي وخدنا امثلة للتراث الثقافي اتكلمنا عن قلعة صلاح الديني الايوب اللي موجودة في طابة وصور مجرى العيون اللي بينقل المية من نهر النيل لقلعة صلاح الديني اللي في القاهرة ولما جينا اتكلمنا عن التراث الطبيعي اتكلمنا عن ثلاث محميات بس من المحميات الكتير اللي موجودة عندنا في مصر زي محمية رأس محمد ومحمية الغابة المتحجرة ومحمية ودى الريان طيب هو ايه اهم حاجة لازم اعرفها في الدرس ده انا عايزك تعرف تميز بين الترس الثقافي والترس الطبيعي يعني لما اقولك الاهرامات تقولي على طول ترس ثقافي لما اقولك محمية سالوجة انت اول مرة تسمعها مدام محمية تبقى على طول ترس ايه ترس طبيعي يبقى لازم اقدر اميز بين الحاجات اللي هقول عليها ترس ثقافي والحاجات اللي هقول عليها ترس طبيعي ده الهدف من الدرس كلاته طيب انت قلتلي ان احنا عندنا حاجة اسمها قائمة التراث العالمي بتاع منظمة اليونسكو فيها كل الاماكن سواء الاماكن دي بتاعت التراث الثقافي او بتاعت التراث الطبيعي اقولك ايوه السؤال هنا لو جه سألني وقاللي اهمية قائمة التراث العالمي هي القايمة دي مهمة ليه اقول له علشان ثلاث حاجات اول حاجة بتعرفنا اماكن التراث الثقافي والطبيعي يبقى تساعدنا في معارفة التراث الثقافي والطبيعي طيب ايه كمان قالك القايمة دي بتشجع الدول في انها تحمي التراث بتاعها واتطوره لان لما اقولك ان الحاجات دي مكتوبة في قائمة التراث العالمي انت لازم هتهتم بيها يبقى تحفز دول العالم يعني تشجع دول العالم لحماية التراث الثقافي والطبيعي وتطويرها يعني بيخلي دول العالم بتهتم بالاماكن دي واتطورها ايه كمان لما اقولك ان الاماكن دي كلها موجودة في قائمة التراث العالمي ده هيخلي عند انتماء للتاريخ بتاعي والمجتمع بتاعي يبقى زيادة شعورنا بالانتماء لتاريخنا ومجتمعاتنا يبقى اهمية قائمة التراث العالمي ثلاث حاجات بتساعدني في ان انا اعرف التراث الثقافي والطراث الطبيعي بتشجع الدول في انها تحمي التراث بتاعها سواء التراث الثقافي والطبيعي واتطوره كمان وكمان لما اعرف ان الاماكن بتاعتي بتاعت بلدي موجودة في قائمة التراث العالمي هنا هحس بالانتماء لتاريخنا ومجتمعنا طيب هل بقى منظمة اليونسكو عملت قائمة التراث العالمي بس وخلاص وقالت لنا على اسماء الاماكن وبس قالك لا ده منظمة اليونسكو دي بتعمل حاجات مهمة جدا جدا علشان تحافظ على التراث ده زي ايه؟ قالك اول حاجة بتقدم المساعدة للدول علشان تحافظ على الاماكن المهددة بالخطر زي ايه؟ قالك مثلا عندنا في مصر فاكر معبد اسمه معبد ابو سنبل لما جات منظمة اليونسكو نقالته علشان المياه كتتغرقه ايوة هنا كده منظمة اليونسكو بتقدم مساعدات للدول علشان تحافظ على الاماكن التراثية المهددة بالخطر كمان عندنا مدينة في اليمن اسمها صنعاء برضو منظمة اليونسكو راحت رممت المدينة دي يعني صلاحت الحاجات اللي كانت بايزة في المدينة دي يبقى كده منظمة اليونسكو مش بتعمل قائمة التراث العالمي وتسكت لا قالك اول حاجة ساعدت الدول في انها تحافظ على الاماكن الاسرية المهددة بالخطر زي مثلا مدينة صنعاء القديمة في اليمن وعندنا في مصر معبد ابو سنبل طيب ايه كمان قالك كمان منظمة اليونسكو بتشجع السياحة لمناطق التراث بتشجع السياح انهم يشوفوا الاماكن دي وبالتالي السياح لما يجونا هيجو يصرفوا فلوس عندنا فكده الفلوس في مصر هتزيد ولا مش هتزيد هتزيد لما الفلوس في مصر تزيد بقول عليها زيادة الدخل القومي يبقى منظمة اليونسكو بتشجع السياح في انهم يزوروا مناطق التراث العالمي ولما السياح يجو ده بيساعد على ايه بيساعد على زيادة الدخل القومي للدولة يبقى احنا كده عرفنا ايه الحاجات اللي بتعملها منظمة اليونسكو علشان تحافظ على مناطق التراث العالمي وكمان عرفنا لو عايز اعرف اي مكان من اماكن التراث العالمي اروح ابص على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو الهدف من الدرس ده ان نقدر اميز بين الاماكن اللي هقول عليها تراث ثقافي والاماكن اللي هقول عليها تراث طبيعي الحاجات اللي ربنا خلقها زي المحميات ده تراث طبيعي الحاجات اللي اجدادنا عملوها بقى اي حاجة عملوها ده ترى الصقافي وبكده نكون خلصنا درسنا النهاردة تحياتي ليكم مستر عطازكي شحطو